السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم السبت 2 أيلول سبتمبر اللي هو شهر 9 القمر اليوم موجود في برج الحمل ورح يضل في الحمل لساعة 2.59 دقيقة من عصر يوم الأحد لا ينتقل القمر بعدها لبرج الثور طبعا القمر زي ما حكينا موجود في برج الحمل والآن موجود في منزلة الشرطين وهي منزلة جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد جيدة لعلاج الأسنان والعمليات الصغرى وتقليم الأظافر وقص الشعر ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 10.17 دقيقة من صباح اليوم السبت لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة البطين وهي منزلة جيدة لتهدية النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء جديد طبعا القمر زي ما حكينا موجود في برج الحمل معناته هذا اليوم منشعر بطاقة كبيرة للعمل ومنكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية منبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتصرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في هذا اليوم أن أقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يوقعنا في متاعب ومشدات غير مرغوب فيها نفقد دبلوماسيتنا منكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن الجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك ويمكن أيضا إدخال تعديل على قصة الشعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للزوايا الفلكية هي زاوية وحيدة اليوم مع القمر هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الزهرة هذه الزاوية ستكون ذروتها ساعة 9.18 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم تعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب والمرارة والشرين والدم طبعا بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية دون هاي الأعضاء اللي أنا ذكرتها إلا إذا كانت اضطرارية مناسب للأمور اللي إلها علاقة بالبشرة ويصلح أيضا لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب عمره 17 يوم في تمام ساعة 5 و43 دقيقة عصرا بصير عمره 18 يوم نسبة الإضاءة 88% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بتدفع بمصالحكم وحان الوقت لحسم الأمور العالقة ممكن اليوم تسمع جواب كنت بتنتظره عشان هيك تحرك وما تنتظر إنه الفرصة هي اللي تيجي لعندك حاول إنك أنت تذهب أو تبحث عنها وما تضيع الوقت على المستوى العاطفي أيضا الأجواء جيدة والحصة الصحة عفوا تبدأ بالتحسن بشكل ملحوظ برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا هذا اليوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني ضعوا سلة من الأولويات للعمل الضروري والعاجل انتبهوا لغذائكم وراحتكم ممكن تهدأ وتيرتكم أو تتأخر النتائج أو البضائع والمعاملات وتشعروا ببعض خيبة الأمل عشان هي ممكن تظهر بعض الخلافات أو الالتباسات وإنت اليوم طباعك متقلبة ومزاجك متعكر حاول أنك ما تخالف القوانين لأنه ممكن تخسر أكثر مما بتتوقع القمر ما زال موجود في بيت المتاعب فبدك تصبر لغاية ظهر يوم الغد بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بتنشطوا اجتماعيا اليوم وبتلتقوا لأصدقاء وممكن يكون فيه نوع من أنواع الدعوة لمناسبة أو تشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة فحاول أنك تعبر عن هراءك بحرية وجراءة برضو اليوم وبتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة وبتسكنك أحاسيس متناقضة لكنها فترة مناسبة للتحالف لمد يد العون للزملاء وحاول قدر الإمكان تستغل هذا اليوم لإتمام كل الأعمال الضرورية لأنه تداما بكرة بعد الظهر القمر رح يوصل لبيت متعبك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتظل الفرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا في إثبات جدارتهم للمسؤولين بإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة برروا كلامكم ووضحوه بشكل جيد ما تخلوا في كلام مبهم كونوا جاهزين للقيام بزيارة طارئة أو للاتصال بأحدهم بتكون الظروف داعمة للأفكار وممكن تهتم لبعض التصليحات والمشورات وحاول إنك ما تكون مهمل وما تترك انطباعات سلبية لأنه بظل هذا بيت السمعة فحاول قدر الإمكان تستغلوا للشهرة ما تستغلوا لشيء بشوي السمعتك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتنشطه في أمور إلها علاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة اليوم وهذا اليوم مناسب لا اجتياز امتحان أو جراء مقابلة حاول إنك تظهر تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة بتكون الظروف مناسبة لبحث مواضيع جديدة والاختبار تجارب مختلفة بتشعروا بالاعتزاز والفخر لا تستسلموا وما تردخوا لشروط ما بتناسبكم نناقشوا بمنطق حاول قدر الإمكان زي ما حكينا إنك ما تتهور يعني اللي عنده امتحانة ومقابلة يعني ما يعتمد كثير على الحدود برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب إلو صلة بشراكة أو تعويض وبيتوجب عليكم عدم مخالفة القوانين والإرشادات وعدم ترك الأعمال ناقصة ومهملة كون متفائل وحاول إنك هيك تنتبه لأوضاع الآخرين أو لأراءهم اتجنب الكلام الجارح وكون دبلوماسي برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بترغبوا في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني طبعا ممكن تهتموا بشركاء المال أو شركاء العاطفة وبتكثر الواجبات وبتتزامن وممكن تشعر بالهلع لضيق الوقت حاذروا من التراجع الصحي ما في أي خوف عليك إذا اتبعت الإرشادات والتعليمات وتجنب المشاكل وما تتصلت برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب أنجزوا ما ترى كم لديكم من عمل اليوم ممكن تجدوا تعاون من بعض الزملاء نظموا جد والغذاء كم وخذوا قصة من الراحة من حين لآخر ممكن تبدأ مرحلة مهنية جديدة لكن هذا ما بيعني أن المرحلة رح تكون سهلة بتكثر الواجبات وبتتزامن ومن الحكمة عدم إهمال الإشارات مهما كانت بسيطة وحاذروا من المشاكل الصحية برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتزداد رغبتكم اليوم في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم وفي فرصة مناسبة لمصالحة أو لتسوية وكذلك برضو هذا يوم مناسب للتعارف والارتباط نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استعاب الأمور ممتازة يعني على جميع الأوجه اليوم يوم مميز بالنسبة لإلك فعشان هيك لازم اليوم تتحرك بكل الاتجاهات لتحصيل على مكاسب قدر الإمكان برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي اليوم بترغبوا في إدخال تعديل على مساكنكم وللتفاهم برضو مع أفراد العائلة ممكن تهتم بعقارات أو في بيتك تصلحات ترميمات مناسبة حدث معين بتحتاج المسائل الخاصة اليوم والعائلية لمناقشة بهدوء مش بعصبية بتظهر بعض الضغوط والمتاعب والمعاكسات اللي ممكن أنها تستفزك وممكن تتعرض لمحاسبة وربما لتحديات أو استفزازات ولكن في حدث عائلي ممتز برج الدلو ابتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ومنكم أشخاص اليوم ممكن ينطلقوا في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع أو لمشروع بنجاح أو عندهم مقابل مثلا هذه فترة مناسبة لتقديم الامتحانات والمشاركة في المؤتمرات والندوات رغم أني أنا هو أظل أحكي لأنه أطارد بيتراجع ما تعتمده كثير على الحضوض وركزه بشكل جيد ممكن تنجحه في طرح موضوع حساس أو تقدم على عمل ما فترة مهمة وممكن تلفت الأنظار والإعجاب لمحيطك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي عادة المكاسب في هاي المرحلة من عمل إضافي أو ممكن تسترد أموال بتعود لك أو ممكن تحصل على هدية أو تحل مسألة مالية وبعض موليد برج الحوت ممكن يقدم على إنجاز أو يناقش صفقة أو اتفاقية حاولوا أنكوا تعملوا بجدية نظموا شؤونكم المالية بشكل جيد امتنعوا عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء